موسيقى في اليوم الاول لمعركة تلعفر مكاسب مهمة يحقيقها الجيش العراقي المعارضة تقصف مواقع النظام في السويداء وافراد داعش محاصرون في الرقة والخلايا النائمة في اوروبا تضع القارة العجوز امام اختبار صعب اهلا بكم مشاهدنا الى نشرة اخبار اليوم نبدأ من الشأن العراقي اذ استعادت القوات المشتركة طريقا مهما يربط طلعفر بقرية المحلبية بينما حررت قوات مكافحة الارهاب قريتين في الجنوب الغربي لقضاء تلعفر وقال قائد عمليات قادمون يا تلعفر الفريق عبدالامير يا رالله ان قوات مكافحة الارهاب حررت قرى قزلقيو وقرية كسر محراب في الجنوب الغربي لتلعفر مع الساعات الاولى لاعلان بدء عملية تحرير اخر اكبر معاقل داعش في محافظة نينوى تقدمت القوات العراقية الى مشارف المحور الغربي من تلعفر باتجاه مناطق السعد والزهراء والوحدة المصادر اكدت عزل المدينة عن بقية المناطق التي يحتلها تنظيم داعش بعد محاصرتها من القوات العراقية من الجنوب وقوات البشمركة الكردية من الشمال يا ابناء شعبنا الكريم انتم على موعد مع وعد اخر سيتحقق بمشيئة الله ها هي مدينة تلعفر تستعد للتحاق بمسيرة التحرير وها هم الابطال يستعدون بتضحياتهم وبجهودهم لتحرير هذه المدينة الصامدة وبالتزامن مع اعلان رئيس الوزراء العراقي انطلاق معركة تلعفر القت الطائرات العراقية مئات الالاف من المنشورات على مركز المدينة دعت فيها المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقية المشتركة وكثف سلاح الجو العراقي ضرباته الجوية على مواقع تنظيم داعش الارهابي في مدينة تلعفر تمهيدا للهجوم البري وتشارك فرق عراقية عسكرية عدة في معركة تلعفر من بينها الفرقة المدرعة التاسعة والفرقتان الخامسة عشر والسادسة عشر وقوات المدفعية والهندسة العسكرية بالاضافة للوحدات الطبية والخدمات اللوجستية الاخرى وتشارك في المعركة أيضا قوات مكافحة الإرهاب التابعة للعمليات الخاصة الأولى والثالثة بالإضافة إلى أفراد من الشرطة الاتحادية من الفرق الآلية وفرقة الرد السريع والفرقة السادسة وستدعم طائرات التحالف الدولي ضد داعش القوات الجوية العراقية والجيش على الأرض في حين يشارك الحشد الشعبي بعدد من الألوية في المعركة قال مراسل أخبار الآن في تلعفر وسام يوسف أن الطبيعة الجغرافية لمدينة تلعفر لا تشكل عائقا أمام القوات العراقية مشيرا إلى أن المفخخات والأنفاق التي صنعها داعش قد تؤخر تقدم الجيش العراقي جغرافية منطقة تلعفر ليست جغرافية صعبة لا تشكل تحدي كبير للقوات العراقية هي في جزئها الغربي منطقة صحراوية وفي جزئها الشرقي هي متموجة هي لا تشكل أي تحدي أمام القوات العراقية القوات العراقية مدربة على هكذا التضاريس وعلى هكذا جغرافيا في المعارك خاصة أنها تمتلك جميع أنواع الأسلحة من الدبابات والمدرعات والآليات بمختلف أنواعها إضافة إلى طيران القوات الجوية العراقية التضاريس وجغرافيا لا تشكل أي تحدي أمام القوات العراقية فقط ما قام به داعش من تفخيخ للطرقات وبعض الأنفاق التي حفرها في أسفل أو ما بين القرى ربما تشكل تأخيرا لتقدم القوات العراقية وليس تحدي كبير نعم بينما انطلقت عمليات تحرير تلعفر من احتلال داعش تواصل عائلة هذه المدينة النزوح حربا من قبضة مقتل تنظيم الذين يساومونهم على مقدراتهم وممتلكاتهم قبل السماح لهم بالخروج والتوجه صوب مواقع القوات العراقية المشتركة وسام يوسف اطلع على أحوال هذه العائلات وأعد هذا التقرير في وقت انطلقت فيه القوات العراقية في عمليات تحرير تلعفر من احتلال داعش وتوجه الأنظار إلى آخر معاقل داعش في محافظة نينوان حيث يشكل المدنيون المتواجدون في المدينة الهاجسة الأكبر للقوات الأمنية العراقية هؤلاء النازحون من تلعفر هم بعض من الذين نجحوا حتى الآن في الخروج من المدينة والتخلص من قبضة تنظيم وضع السكان وسط تناحر قياداته الأجنبية والمحلية فكل قيادة تحاول أيضا استغلال الأهالي كدروع بشرية لصالحها احنا نهزمنا منهم نهزمنا والله بالقوة طلعنا والأول فالما طلعنا ما خلونا قالوا ورجعوا الدواعش قالوا ورجعوا ما تطلعوا يا أمو تنطون الهوية يا أمو ترجعوا رجعنا شان إذا ننطل الهوية شان عجل نبشي احنا عراقيين قالوا ونطل الهوية رائعي بيتكالوا ولا ما نطلقكم الهوية قالوا ليش ما تنطون ترجعوا على منطقتكم رجعنا قمنا ثاني نهار نفس الشيش سوينا طلعنا مشي آني وجهالي بعدين زلمتي لحقني لحقنا والله عندنا تالي ستوتا صعدنا بيهوريحنا مشينا مسافة عشي قوله ككثر من ساعة ساعتين مشي على أقدام مشينا من حي الساعد مشي إلى مفرقة تلعفر بعد لي فوق صعد نزاد في سبيل بشي منهزم من عيدو هذه البناية تعود لمدرسة متروكة في منطقة الرشيدية شرقية الموصل اتخذها النازحون مأوى مؤقتا لهم وبرغم الصعوبات التي يواجهونها هنا لكنهم يعتبرون أنفسهم معطوضين لأنهم تمكنوا من النجاة بأرواحهم وبعائلاتهم ماك ولا بيت ما تلقي ماكو وهاكو كله ينضرب ينضرب جل ما يأمله نازحو تلعفر أن لا تطول فترة إقامتهم مع رحلة النزوح خارج مدينتهم فهم ينتظرون الساعة تقدم القوات العراقية لتحرير مدينتهم للعودة إلى ديارهم وحياتهم الطبيعية وما هي إلا أيام ربما ليوم العودة وفق تقديرات عسكرية رجحت إنجاز تحرير تلعفر بوقت قياسي القوات العراقية على أبواب تلعفر بعد أن حصلتها من معظم جهاتها وهي على أهبة الاستعداد الاقتحام المدينة وتحريرها ممن تبقى من مقاتل داعش في محافظة دينوان اتفويد الأنباء من داخل هذه المدينة بأن مقاتل داعش يعانون من انكسار كبير فضلا عن تصارع قياداتهم المنقسمة بين الأجانب والمحليين على الأموال والمناصب في سوريا تتواصل المعارك بين المعارضة وقوات النظام وميليشياته في بادية السويداء جنوب سوريا دون تغييرات تذكر على خريطة السيطرة في تلك المنطقة واستهدفت قوات المعارضة مواقع النظام في منطقة ودي محمود وتل الشعاب ببادية السويداء برشقات من صواريخ الاجراد تعدت المئة صاروخ واستهدفت مواقع تمركز الميليشيات الإيرانية التي تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد هذا وفشلت قوات النظام في تحقيق أي تقدم شرق العاصمة دمشق بالرغم من مرور أكثر من شهرين على إطلاقها عملية ضخمة على عين ترما بغوطة دمشق الشرقية وحي جوبر شرق دمشق وحشد النظام لأجل المعركة نخبة قواته من الحرس الجمهوري والفرق الرابعة واستخدم سياسة الأرض المحروقة من خلال القصف الكثيف بصواريخ الفيل والغارات الجوية التي تسببت في دمار واسع في المنطقة حيث سويت أو سويت عشرات المباني بالأرض إلى ذلك تحاصل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات برية أمريكية مصلحي تنظيم داعش في أربع محاور بمدينة الرقة شمال سوريا وشنت مقاتلات التحالف الدولي غارات مكثفة استهدفت أبنية يتحصن فيها مصلح داعش لنشاطنا بقية ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أحبط الجيش اليمني هجوما للميليشيات الإنقلابية في جبل دي كلب في محافظة البيضاء وقال مصدر ميداني أن الجيش والمقاومة أجبر المهاجمين على التراجع بعد أن قتلوا أربعة منهم مضيفا أن من بين القتلى القيادي الحوثي أبو المرتضى قالت الأمم المتحدة أن قوة مستركة من مستلح طالبان وإرهابيين أعلنوا في انتمائهم لتنظيم داعش قتلوا أو قتلوا ستة وثلاثين شخصا على الأقل في هجوم قد يرقى إلى جريمة حرب أثناء مدهمة في مدينة بشمال أفغانستان خلال الشهر الحالي وأظهر تقرير أولي للأمم المتحدة أن من بين القتلى مدنيون ومقاتلون موالون للحكومة جردوا من أسلحتهم قبل إطلاق النار عليهم قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس إن التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية ستشمل على قوات أمريكية أقل مما كان عليه الأمر في العام السابق وتبدأ سيول وواشنطن مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة التي سيتدرب خلالها عشرات آلاف الجنود على حماية كوريا الجنوبية من هجوم كوريا شمالي استضمت مدمرات أمريكية بسفينة تجارية وهي في طريقها إلى سنغافورا وفقا لما ذكرته البحرية الأمريكية وقالت البحرية الأمريكية إن هناك حاليا عشرة بحار مفقودين وخمسة مصابين بجروح إثر حادث الاستضام الذي وقع بين المدمر القادف للصواريخ وناقلة النفط أثناء إبحارهما شرقي مضيقي ملكة وسنغافورا سلطت الأحداث الأخيرة التي شهدتها إسبانيا وبولندا الضوء مجددا على خطر خلايا التطرف النائمة التي تتخذ من القارة العجوز مقرا لها لاستهداف المدنيين الأبرياء في أوروبا التقرير التالي والمزيد من التفاصيل أوروبا أمام المجهول من جديد بعد عودة نشاط ظاهرة الذئاب المنفردة أو خلايا التطرف النائمة إلى واجهة الأحداث في جميع أنحاء القارة العجوز تقرير إخباري يكشف مدى الخطر الذي تعيشه المدن الأوروبية بسبب نشاط بعض الأفراد الموالين لداعش الذين أصبحوا يشكلون تهديدا حقيقيا ما يتطلب المزيد من الاستعدادات لمواجهة هذا الخطر وخاصة أن المتطرفين لم يسبق لهم أن عاشوا في دول الشرق الأوسط إلا أنهم تعلموا القتال من خلال الإنترنت ويتلقون أوامرهم عبره أيضا فالأعداد ليست قليلة بحسب التقرير وهناك الآلاف الذين يتحضرون لشن هجمات إرهابية بريطانيا على سبيل المثال يعيش فيها على الأقل 3500 متطرف أساليب القتل التي استخدمها المتطرفون أخيرا كانت برمتها جديدة لا يمكن أن تتوقعها أجهزة الاستخبارات كعمليات الطعن والدهس والضرب بالفأس استخدمها المتطرفون وحصدت أرواح 364 شخصا وأصيب المئات في 6 دول أوروبية خلال السنتين الماضيتين وعلى الرغم من التهديد الذي يشكله استخدام أساليب جديدة في قتل المدنيين الأبرياء في أرجاء أوروبا إلا أن الوسائل الذكية التي يسعى داعش لامتلاكها داخل تلك القارة تشكل له الخطر الأكبر صحيفة سندي تايمس كشفت عن استخدام تنظيم داعش لشركات عاملة في مدينة كارديف جنوب بريطانيا من أجل شحن معدات ذات طابع عسكري إلى إسبانيا وتمويل مخططات إرهابية ضد الغرب وذكرت الصحيفة الإنجليزية نقلا عن وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI أن المعدات المرسلة إلى إسبانيا شملت تلك المستخدمة في المراقبة كجزء من تطوير التنظيم المتطرف لطائرات بدون طيار قادرة على تحديد المواقع المستهدفة الصحيفة أشارت أيضا إلى أن مشتريات أخرى تم توجيهها من خلال كارديف من بينها برمجيات للمساعدة في إطلاق صواريخ وتم تسليم الشحنة في صيف سنة 2015 إلى عنوان في مدريد وتظهر وثائق قضائية أمريكية اطلعت عليها سندي تايمس أن الأشخاص الذين أسسوا الشركات في جنوب ويلز أخفوا أنشطتهم فإحدى الشركات التي شحنت معدات مراقبة إلى مدريد قد أنشئت باستخدام هوية مدير وهمي ومساهم يدعى بيتر سورين ويعتقد أن هذا الاسم يعود لسيفور سوغان وهو خبير في تكنولوجيا المعلومات ورجل أعمال قتل في وقت لاحق من قبل طائرة أمريكية بدون طيار في الرقة السورية كما بيّنت الوثائق أن إحدى شركات وتدعى إباكستيل للكترونيات وتتخذ من كارديف مقرا لها استخدمت لإرسال ما مجموعة 7700 دولار في سنة 2015 إلى مؤيد لداعش في ماريلاند يدعم حمد الشناوي والذي أقر بالذنب الأسبوع الماضي في تهم تتعلق بالإرهاب خطر كبير أصبح يهدد أوروبا أكثر من ذي قبل بشأن احتمال شن هجمات إرهابية غير متوقعة ما يعني أنه يتعين على السلطات في كل البلدان الأوروبية التنبه من الخطر القريب منهم وخاصة مع تزايد خسارة داعش لمواقعه في سوريا والعراق يعاني الطلاب في مدينة درع من التراجع في المستوى التعليمي إثرى الانقطاع الذي فرضته عليهم حملات النظام على مدينتهم عدى عن الاستهداف المتكرر للمدارس فبعد أن توقف التعليم في المدينة تسعى أم قصي إلى تعليم بناتها أساسيات القراءة والكتابة لتلافي تراجع المستوى التعليمي عند بناتها مراسلنا براء عمر والتفاصيل ومن هذه الرقعة الجغرافية تسكن أم قصي وبناتها اللواتي تركن مدرستهن في مدينة درع منذ ما يقارب السبعة أشهر بسبب المعارك الدائرة هناك تعمل الأم على تعليم بناتها بشكل يومي أساسيات القراءة والكتابة بعد أن لاحظت تراجع مستوى هن التعليمي بسبب الانقطاع التام عن المدارس العلم بوابة الانتصارات كان انتصار عدات أو للشعوب أنا بالبيت أدرس بناتي بما أنه وصلنا ستة شهور من قطعات عن التعليم شوفت بناتي تراجع مستوى هن أعلم هن الأساسيات بحيث أن هن يتعلم المنهاج شوي أنا متعلم وفي ربات بيوت ماش متعلمات يعني منشان هيش جيل كامل عم يضيع مستوى ونتمنى أنه نرجع إلى بيوتنا ونرجع إلى البلد لحتى يرمموا المدارس ويرجعوا يدرسوا الأطفال بالمدرسة تدمير عشرات المدارس في المدينة وتحويلها إلى أماكن غير صالحة للتعليم أدى إلى حرمان نحو 3500 طالب من التعليم بحسب القائمين على الملف التعليمي في حين لم تسلم المدرسة الوحيدة التي أقيمت مؤخراً للنازحين في السهول المحاذية لدرعى من قصف الطيران التابع للنظام نسبة الطلاب المتضررين من ذلك تتجاوز 3500 طالب نزحوا إلى السهولة المحيطة بمدينة درعى وإلى الرياف الغربية والشرقية حاولت الكوادر التعليمية في مدينة درعى كهيئة تعليمية ومجمع تابع لمدينة التعليم بدرعى بأن يسدوا هذه الثغرة لكن للأسف الشديد النظام أيضاً قصف المناطق المحيطة بدرعى وهي السهول الجنوبية واستهدف أيضاً الخيم التي أنشئت من أجل ترميم قسم مما فات الطلاب الذين فقدوا الفصل الثاني كاملاً لكن بفضل الله وكرمه الكوادر التعليمية تسعى جاهدة إلى إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الطلاب من الجهل الذي يسعى إليه هذا النظام جهود مضاعفة تبذل من قبل الهيئات التعليمية بدرعى تهدف إلى ضمان عودة الأطفال إلى مدارسهم تفادياً لضياع عام دراسي جديد دون تحصيل علمي وإعادة تأهيل الأطفال لحياة طبيعية رغم الحرب وما تسببه من آثار سلبية على نفسياتهم براء عمر لأخبار الآن مدينة درعى فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل ديمتروف يطيح بكيريوس ويفوز بأكبر لقب في مسيرته بالتنس أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت فيينا تفتح قلبها لفناني الشوارع دعت العاصمة النمسوية فيينا عدداً من فناني الشوارع ومنحتهم واقع بارزة في مناطق مفتوحة بقلب المدينة ليرسموا ويلونوا قانونياً ما يشاءون ضمن مهرجان فني بعنوان شوارع حرة ورحب عمدة فيينا بالفنانين المشاركين واصفاً المدينة بالانفتاح الثقافي والتنوع والتسامح والالتزام الإنساني لهذا فهي تدعم تنوع أشكال التعبير الفني بالإضافة للمراكز الثقافية التقليدية إلى صحيفة الحياة التي عنوانت خمسون من طاداً تبث كسوف الشمس على الهواء يبث خمسون من طاداً الكسوف الشمسي الذي تشهد الولايات المتحدة اليوم على الهواء مباشرةً عبر الإنترنت للمرة الأولى من مواقع تصوير ستقدم للجمهور مشاهد من السماء فيما يحجب القمر وجه الشمس وسيطلق فريق من الباحثين مناطيد من قارب تابع لخفر السواحل على بعد يتراوح بين 9 و11 كيلو متراً من ساحل تشارلستن الشرقي في ساوث كارولاينا وهو آخر موقع سيمر عليه مشهد الكسوف إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت باحثون كوريون يترجمون لغة البطريق رجح باحثون من كوريا الجنوبية أن طيور البطريق تنسق مع بعضها البعض أثناء الصيد باستخدام أصوات خاصة وتمتلك طيور البطريق مجموعة من الأصوات التي تستخدمها لتواصل مع بعضها أثناء وجودها على اليابسة صحيفة الغد الأردنية عنوانات خياط تركي يؤسس أول اتحاد دولي للطائرات الورقية يسعى التركي محمد ناجي الانتقال بهوايته في صناعة الطائرات الورقية في الطفولة إلى تأسيس أول اتحاد دولي لها في العالم يعلن عنه في نوفمبر 22 وبدأ مشوار ناجي في صنع الطائرات الورقية انطلاقا من معرفته في حرفة الخياطة ليصنع عشرين طائرة منها ويبيعها بالتعاون مع إحدى محال القرطسية وإلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت ميلبورن أفضل مدينة للمعيشة للعام السابع على التوالي تصدرت مدينة ميلبورن عاصمة ولاية فيكتوريا الأسترالية تصنيف وحدة المعلومات الاقتصادية كأفضل مدينة للمعيشة في العالم للعام السابع على التوالي والذي يقيم الظروف المعيشية في 140 دولة حول العالم وتأتي ميلبورن ضمن المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف منذ إطلاقه يتابع ملايين الأمريكيين والزوار اليوم أول كسوف كلي للشمس تشهده الولايات المتحدة منذ تسعة وتسعين عاما وقالت ناسا إنها ستطلق بالونات أبحاث على ارتفاعات عالية وطائرات لإجراء تجارب للفيزياء الشمسية وعلوم الأرض ستجريها خلال الكسوف المزيد حول هذه الظاهرة الفردية في تقرير الزميلة حنان ظاهر في ظاهرة لا تحدث كل يوم بل إنها لا تحدث كل عام بل لم تحدث منذ تسعة وتسعين عاما كسوف شمسي كلي سيجتاح الولايات المتحدة الأمريكية في يوم واحد وسيحجب ظل القمر الصغير ضوء الشمس بدخامتها من المحيط الهادي سيبدأ وسينتهي في المحيط الأطلسي عابرا الولايات المتحدة الأمريكية من الساحل إلى الساحل في طريقه من الشمال الغربي إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة هذا الحدث أوصف بأنه الكسوف الأمريكي العظيم إذ أنه سيكون مرئيا بشكل كسوف شمسي كامل فقط ضمن حزام يعبر الولايات الأمريكية المتجاورة بأكملها وسيبدأ الكسوف الكلي في الولايات المتحدة من الساحل الشرقي لولاية أوريغون عند الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت جرينيتش وبعد ذلك سيندفع مسار ظل الكسوف نحو الشرق قاطعاً ولاية أوريغون، آيدهاو، وايمينغ، نيبراسكا، ميزوري، وكينتاكي، وتينيسي إلى أن يغادر على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية في الساعة السادسة وسبع واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش جدير بالذكر أن هذا الكسوف الكلي للشمس سيتبعه كسوف كلي آخر عام 2019 وسوف يكون معظمه فوق المحيط الهادئ والأجزاء الجنوبية لأمريكا الجنوبية ولكن بعد سبع سنوات أخرى سيحدث كسوف كلي آخر في الولايات المتحدة في إبريل عام 2024 لن يقطع البلاد ولكنه سيعبر المكسيك والأجزاء الشرقية للولايات المتحدة وكانت قد انتشرت شائعات في الفترة الماضية حول موعد نهاية العالم حيث حذر الباحث ديفيد ميد من احتمالية استضام الكوكب المسمى نيبيرو بكوكب الأرض وكان يرى أن هذا الكسوف الكلي يشير إلى اقتراب موعد الاستضام لكن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا نفت هذه الادعاءات والآن جولة مع الأخبار الرياضية حقق نادي ريال مدريد فوزا كبيرا على نظره ديبورتيفولا كورونيا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن الجولة الأولى من الدور الإسباني وافتتح الولزي جاريث بيل التسجيل في مباراة في الدقيقة العشرين قبل أن يضيف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين وخاتم الألماني توني كروس الثلاثية في الدقيقة الثانية والستين قبل أن تشهد المباراة إضاعة ديبورتيفول لركلة جزاء ومن ثم طرد المدافع الإسباني سيرجيو راموس بدوره ضمد برشلونا جراح خسارة كأس السوبر الإسباني أمام ريال مادريد بفوزه على ضيفه ريال بيتيس بهدفين نظيفين في مستهل مشواره في الليجة وسجل توسكو عن طريق الخطأ في مرماه وسيرجيو روبرتو هدفي برشلونا في الدقيقتين السادسة وثلاثين والثامنة وثلاثين من الشوط الأول وبتلك النتيجة افتتح برشلونا رصيده بثلاث نقاط فيما باقي بيتيس بلا رصيد فاز البلغاري جريغور ديمتروف بأكبر لقب في مسيرته ونال دفعة معنوية كبيرة قبل بطولة أمريكا المفتوحة عندما تغلب على نيك كيريوس في نهاي بطولة سنسينات المفتوحة للتنس الليلة الماضية ولم يخسر ديمتروف أي مجموعة خلال البطولة وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في بطولات الأساتذة منذ فاز نوفاك ديوكوفيتش بلقب ميامي عام 2007 وتنطلق بطولة أمريكا المفتوحة يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري تصدر فيلم الحركة والإثارة The Hitman's Bodyguard إرادات دور السينما في أمريكا الشمالية حسب ما أظهرت تقديرات ستوديوهات السينما مساء الأحد وحقق الفيلم الذي يساهم في بطولته كل من رايان رينولدز وسامويل أل جاكسون وسلم حايك إرادات بلغت 21 مليون و600 ألف دولار وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة أنابل كرييشن الذي يساهم في بطولته كل من ستيفاني سيغمان وبراندا أوتو وحققا إرادات بلغت 15 مليون و500 ألف دولار قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين في اليوم الأول لمعركة تلعفر مكاسب مهمة يحققها الجيش العراقي المعارضة تقصف مواقع النظام في سويداء وأفراد داعش محاصرون في الرقع والخلايا النائمة في أوروبا تضع القارة العجوز أمام اختبار صعب وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار إلى اللقاء